مسكتك يا حرام يا لس الوصفات استني يا طانت غادة افاهمك انت اللي سرقت مزرقة الخوارب بتاعتي اعترف ايوه انا اللي اخدتها بس اعفاهمك انت اللي دخلت المطبقة وسرقت الوصفة بتاعتي يا ادم ايوه النهاردة يوم التحدي الصنائي تعالي بقى واريك عملت ايه طب تعالي بقى واريني عملت ايه يا شيف يا صغير تعالي يا طانت غادة اواريك الشيف ادهم عمل ايه معانا بواقي كيك او سويس رول ومعانا السوس الشوكولاتة ومعانا بندق او اي مكسرات عندنا او نوتيلة والجود بالموجود على رأيي تنتجه ري هنفتفت الكيك ونحط عليه السوس الشوكولاتة وبعد كده نحط عليه المكسرات اللي عندنا ونحاول نطلقها عاجينة نقدر نعمل منها كور وهجلنا عاجينة بالشكل دوت وننقوّرها كور ونحطها على ورقة زبدة وندخلها التلاجة علشان تتماسك ونبدأ بقى نشتغل في عجينة السكر اللي هنعمل منها اشكال الخروف وانا للأسف ملاقيتش عجينة السكر بيضة او سودة عشان نعمل خروف زيتانت غادة بس انا اللي لقيته لقيت عجينة السكر اللون هبامبي ولون بني هعمل لكو بقى خرفان كارتون حاجة كده بيدلعة هنجيب بقى القطعات ونعمل جسم الخروف ورأس الخروف وكل حاجة في الخروف نعملها بالقطعات وكمان هنشكل الودان والعينين والبق وانا كمان عملت بقرة زيتانت غادة وانا لاحظت ان البقرة مخلية بلع على الخرفان كمان عملت اشكيل الخرفان دي الشي والشي بأمراته وصح الوين ازاي زي فيلم الكارتون بالضبط بصراحة اشكيل العجينة السكر ممتعة قوي وبتاخد وقت طويل قوي بس انا بقى اخذت راحتي وعدت اشكل وفنان دلوقتي بقى نروح للطلاجة ونجيب كرات الكيك اللي احنا عملناها ونضح أضendre فولة okay كرات الكيك اللي احنا عملتها بالطلاجة سوف نضع دلوقتي ونقرر العملت مع كل كرات الكيك سوف ترسل شوكالات الكيك ونضع دلوقتي في التلاجة وعشان نعرف نحط عليها أشكال عجينة السكر نجي بقى دلوقتي لمرحلة عجينة السكر هناخد الأشكال اللي عندنا بتاعت الخرفان وهنكل وش هنلزاق على الخرفان قضي نلزاق على كرة الكيك واللاسق ده برضو كيبقى بصوص الشوكالات هنحط صوص شوكالات بسيط ونلزاق بيه بعد ما نخلص كل وشوش اللي عملتها نضبطها كويس نجيب شوية جوز هن مع يلون الغذائي أخضر زي ما انتم شايفين كده ونقلبهم كويس وده عشان نعمل نجيلة الخرفان عشان تبقى مزرعة بقى متكاملة شايفين شكلها بقى طحفة زي وجميلة مزرعة مزرعة انا كمان حطيت شجرة كده وحطيت عليها الشيب بتاعي شايفين اللي بقى الامر ازاي بقى ده بالعلى الخرفان الصغيرة اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم يا ترى بقى يا تنت غادر وصفة اللي انا اخذتها منك او سرقتها عجبتك او اي بقى ما تكونش عجبتك وهتبلغي علي ولا هتسامحيني وهترى عجب الطنت جوري وجوب التحديات بتاعنا هستنى رأيكم في الكومنتات عالفكرة بقى الوصفة طلع طعمها واهم وعابد كل اللي في البيت انا نفسي مكنش اتوقع ان يبقى طعمها كده اوه ما ننسيت اقولكم ان النهاردة يوم التحدي التحدي ان احنا ندخل مطبخ بعض وندور في وصفات بعض نشوف بقى نعرف نقدم احلى حاجة عندنا ولا لا بس ما تنسوش ادخلوا تحت في صندوق الوصف تتلاقوا بقى احلى جروب جروبي التحديات كلهم دخلوا مطبخ بعض وعملوا وصفات بعض تتلاقوا حاجات طحفة وما حصلتش قبل كده اتمنى تكون وصفتي عجبتكم وكل عيد اطحى وانتو بخير كان معاكم الشيفي الصغير ادهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي حفظ الله اشتركوا في القناة